طيب في مسلسل البحث عن مدرب جديد لمنتخب مصر اتحاد الكرة فتح خط مفاوضات مع عدد كبير من المدربين الابرز الان او الاقرب الان ولكنه لم يحصم ايضا هو روبرتو مورينو المدير الفني الاسباني تكلم مع الاتحاد المصري لكرة القدم حاولوا يسمعوا رأيه في هذا الام حاولوا يشوفوا وجهة نظره في هذا الام هل موافق انه يدرب منتخب مصر الكلام على جهاز معاون الكلام على راتب ولكن هو اسم من الاسماء اللي محطوطة على طويلة اتحاد الكرة وانا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا وطبعا ضرب جنوات وضرب منتخب الاسباني لو سبي محترم الى حد كبير محترم الى حد كبير بس لو سألتني على الاسماء اللي فاتت لا هو ممكن يبقى أقل منهم الاسماء اللي كانت مرشحة كثيرا الفترات المضاية لتدريب منتخب مصر هو مدرب جيد في اوروبا مدرب جيد لكن يعني لسه لسه مفيش حاجة محسومة ليه مفيش حاجة محسومة انه اتحاد الكرة تحديدا الكابتن حازي امام عايز يتريس في فكرة اختيار المديل الفني الجديد لمنتخب مصر مش مستعجل ومش شايف انه لازم يبقى فيه استعجال ناخد وقتنا عشان نجيب المدرب الاصلح لمنتخب مصر وانا جنبه وانا معاه جدا بداش نستعجل انا فهم ان احنا كلها بنضغط ان احنا عايزين نشوف مدرب لمنتخب مصر بس انا كمان يعني ايه مش عايز مدربه خلاص انا عايز مدرب كبير وراعه محور نشوف شكرا